اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المشروع باذن الله سيبدأ في التعليم الحديث وهو ممول من المجتمع تحت اشراف شركة استثمارية ام سي اتش او شركة من الشركات المسجلة في مصر ام سي اتش سمارت للتدريب ام سي اتش سمارت ترينينج كامباني وقد اخترنا مركز ابو حمد لانطلاقة المشروع وهذا المشروع تحت مبادرة نماء العالمي امامنا مركز ابو حمد وسنهتم ان شاء الله ايضا في القرين ونجد معلومات موجودة فنبذع عن مركز ابو حمد تنسب المدينة او المركز الى الشيخ احمد ابو حمد النازح اليها في غضون الفتحة الاسلامي لمصر يعني زمن عمر بن العاص واستقر بجوار احد الابار مقيم لنفسي مصلة وبعد وفاته اقام اتباعه ضريحا له بهذا المكان ثم تحولت لمسجد كبير باسمه حتى الان فنحن نستهدف المساجد التي انتشرت بعد اول مسجدين في العام الاول للهجرة في مدينة الرسول تحولت لمسجد كبير باسمه حتى الان فنحن نستهدف المساجد التي انتشرت بعد اول مسجدين في العام الاول للهجرة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسمى المدينة المنورة المنورة والتعليم والحضارة الحديثة قامت من المساجد وطبعا باللغة العربية مشروع دوام للاستثمار في التعليم هو وقفي والوقف المساجد وايضا سنحيي اوقاف ما يسمى باربطة دار او دور العلم يعني رباط الرباط الرباط هو مبنى سكني لأهل العلم لطلبة العلم او العلماء المدرسين ومشروعا يستهدف التعليم للطلبة التعليم الحديث في التقنيات الحديثة طبعا باللغة الانجليزية لغة التقنية زايد اللغة العربية ولكن يستهدف الاعمار من عشر سنوات مدة سبعة سنوات يتأهل لان يكون معلم مثل ما بدأ التعليم طبعا العلوم هي خمسة مواد ساينس ايه العلوم علم المواد والعلوم الطبيعية وعلم الارض وعلم الكيميا والفيزيا والرياضيات او ما يسمى بالحساب قديما وما زال يسمى حساب في كل العالم ما عاد عندنا في الدول العربية او دول يسمى رياضيات لكن في دول العالم كلها يسمى ماث حساب وايضا عندنا الارت قسمين هو ما يخص التعمير والصناعة وفي مجال المواصلات والزراعة هناك تماني مجالات لمنتجات التقنية ومنها التقنيات الحديثة زي مثل الانترنت اللي هي انترنت الاشياء فهذه العلوم هي العلوم التي ستدرس علوم التقنية والتقنية التي تدخل في الانتاج وليس في الاستهلاك يعني انتاج التقنية مثل يعني الحاجة هناك الى انتاج الماء بدون طاقة بدون طاقة بترول يعني من الطاقة الشمسية وايضا انتاج الهواء بدون طاقة من البترول او انتاج الهواء هواء التكيف للتبريد والتدفع في اماكن عمل الانسان وسكن الانسان وايضا في الاربطة طبعا الرباط مهم سكن للمعلمين والمعلمين دائما يدعم من المجتمع ف اسمينا هذا العلم الحديث او كار نسبة الى كورونا افتر ريواند يعني بعد الكورونا سيعود التعليم كما بدأ كورونا حدثت الف تسعمية وعشرين الف الفين وعشرين وسيعود التعليم لنقطة الصفر ريواند اي كورونا تجبوا ما قبلها فتبدأ حركة التعليم بدعم المجتمع وليس بدعم الحكومات وتصبح دور التعليم هي الاربطة الوقفية يعني المعلمين يسكنوا بالمجان او مكان التعليم الان تيسرت تقنيات التعليم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة